حتى فكرة المسيح كنبي الفكرة اني انا بقول ان المسيح مش هو بس نبي هو كمال النبوة نعم لاني النبوة بتطلب نبي ونبوة نعم النبي يتنبى عن شيء لكن المسيح يتنبى عن نفسه يتنبى عن مجيئه يتنبى عن عمله الكفار على الصليب ألامه وصلبه وقيمته عشان يتمم الخلاص فالمسيح هنا هو كمال النبوة مش بس مش مجرد نبي هو كمال النبوة عشان كده كاتب رسالة العبرانين بيقول ان النبوة تعلن عن الله وعن طبيعة الله من خلال الاباء والانبياء الله بعدما كلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق كثيرة قديما هنا الله بيكلم الناس بالاباء والانبياء عشان يعلن عن الله عن طبيعة الله كلمنا في هذه الأخيرة في ابنه فهنا أصبح الله الذي يعلن للإنسان من خلال الإنبياء أعلن عن نفسه من خلال نفسه لأنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد المسيح هو الله اللي أخذ جسد المسيح هو اللي أعلن عن المسيح هو إعلان الله الكامل فعشان كده هو مش بس نبي ده هو النبوة هو كمال النبوة فهي دي الفكرة عشان كده هو أعظم من نبي والفكرة اللي حدتك زكرتها في ماتة 21 وفي أكتر من موضع عن فكرة في الأول هو الموضوع عن دخول المسيح الانتصاري للأرشاليم في ماتة 21 هنلاقي أنه لما أرسل اتنين عشان يجيبوا الحمار وجحش ابن أتان جالهم جولوا قولوا للراجل لو سألكم قولوا الرب محتاج ليه هو عارف اللي لا يحصل وعارف السؤال لا يتسأل فهنا الله عارف الأسرار هنا المسيح عارف الأسرار مش بس كده في دخول المسيح الانتصاري للأرشاليم هما صرخوا صرخة مش مجرد نبي هو المسيح وصلنا مبارك الآتي لابن نقود خلصنا هما ينظرون إليه على أنه المخلص المسيح الآتي سمعان الشيخ لما مسك المسيح بين إيديه في الهيكل هو طفل جال الآن اطلق عبدك بسلام لأن عينية قد رأت خلاصك فهنا الخلاص تم وفي أكتر من موضع الناس المخلصين على فكرة كان فيه في اليهود ناس مش مخلصين كانوا عارفين المسيح وعارفين مواصفات المسيح وشارفين أن ده المسيح لكن ابتعدوا عنه لأنهم بيدوروا على مكاسب دينية عايزين يحفظوا لنفسهم بالقيادة الدينية عايزين يتحكموا في الناس عايزين يتجروا في الناس وده نفس اللي بيحصل النهاردة يتجروا في الناس المسيح